الموجودة وكاينة كان خاصة تطرح الميرف كاملا اليوم هاد الاتفاق هاد السترع وعشرين دو جانبير نسوا فيه الأستاذ نسوا الأستاذ ما كانش الأستاذ الأستاذ التعليم امتدائي ما كانتك تعويض هادا خمسمائة درام وما كانش تعويض عال البعد المفتشين دا بغا تقول لي مفتش تبقى غير تدوز للسلم حداش ودوز مفتش بلا تكوين وقال لك نعطيهم تلتمية درام كان يقبطوا مرة سنتين ديال تكوين مئة وسبعين درام نبغا يرضى اليوم تلتمية وش هذا التنز وش حنا يتدخون طلع السماء وش كل شي درب زوج ثلاثة أتمينة من مطيشة حتى المزود حتى كل شي حكومك يقول لك أنه إنجاز تاريخي وأيضا حتى وزيفة كلهم موم الحكومة كتشي لوصلوا لي اليوم مع الأستاذ إنجاز تاريخي وأكبر زيادة في تاريخ قطاع التعليم اللي وقعت اليوم 30% من الأجر 1500 درهم بغير تحفيزات الأخرى كيف قال واحد ما عارفين ش وهذه الطامة كبرى وإما عارفين وكي يتنزع للأستاذ لا بل سمح لي أنا قلت لهم سي سامل هاد السنة 335 مليار ديال الدرهم هي الاستثمارات ديال الدولة كتعرفوا الدولة المغربية بقية هي أكبر مستثمار في البنيات التحتية والموالي وزيد يالله وكذا قلنا نخدو غير 10% أعطوها الأستاذة كيفاش نديرو نزيدوه ب 5000 درهم أهوي 5000 درهم أرى السميق في الخارج أرى مليون وسبعمائة إحنا شنوف ودبا يغير 15 درهم أغنى من باريز مغاديش 1500 درهم غير نصير قجارة طلعات بعشرات المليار ديال الدرهم لكلفة ديالها عشرات المليار ديال الدرهم أرى مقطع 13 مليار ديال الدرهم الأستاذة غير إدراب وبيدوني وجه حق لأنه دسور كيقول الحق في الإدراب حق مشروع وكتحفظوا كيحفظوا الدسور خرجوا في الإدراب قطعوا اليوم كلاحيدوا طولة ديالها رجبوا 13 مليار ضد الاقتطاع من الأجر أنا ضد الاقتطاع من الأجر معلوم هذا حق مشروع قصم يحترموا الحق وكيف تعطي المؤسسات تعطي المؤسسات تعطي المؤسسات هذه المسؤولية للحكومة تقس معهم ديك الساعة لاذا تخليهم يغوتوا شهرين عد تقس معهم ما بغتش تقس مع تنسيقية قلت كلا أنا تنسيقية ما نتنمش معهم إذن أنا كنقول بأنه الحكومة ضعيفة بالزعف وإحنا شفنا النتائج جدالها كيبا جدالها على جميع المستويات الحكومة اليوم كتبيع بحشي مكتب دي الصف كتبيع البلاد الأراضي وكتنزع الأراضي من هذا وتعطيها لهذا فاتح الباب أمام المستطميرين إحنا بغينا المستطميرين ولكن المستطميرين ربحوا معهم تحناية يكون بعض العلاقة فيها توازن ماشي غير أجيو غير أجيو غير أجيو